اشتركوا في القناة اللي انتم تعودين عليها ولكن رح يصير في اضافة عليها اليوم رح نضيف شيء له علاقة بالطب يعني هل ايام اليوم يصلح للعمليات الاعضاء المعرضة الاشياء اللي نهتم فيها صحيا من اعضاء جسمنا اشيء وبرضو الها علاقة رح نضيف عن التجميل ورح نضيف عن امور الها علاقة باللقاح انه مناسب ولا مش مناسب يعني بمعنى اخر ضفنا شوية معلومات ان شاء الله بتكون للفائدة عشان هيك يبل ما نبلش يعني اكبس لايك يعني حط لايك حط لك كومنت حط لك شغلة تنساش مش حاب تحط لايك هسه حاب تسمع الحلقة بعدين تقيم ان تبدأ تحط لايك او دس لايك بس تنساش رح يذكرك في نهاية الحلقة طبعا اليوم القمر موجود في منزلة الزبرة هي الان في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والاصلاح اللي هو موعد بث الحلقة ورح يستمر طبعا تواجد القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 22.15 دقيقة من صباح اليوم 30.10 بتوقيت جرينتش يعني 22.15 دقيقة بتوقيت جرينتش الاردن الان صارت ساعتين الفرق لانه احنا بدأنا بالتوقيت فعشان هيك صارت الساعة عندنا اربع وربع ما بدي ادخل لانه كثير ناس صارت تبعثلي انه ايش الاردن واخذ الاردن ولا اخذ جرينتش ولا هذا فانا رح اضل على توقيت جرينتش اعتقد انه الكل صار يعرف الاضافة اللي في الاردن يزيدوا على الوقت ساعتين في دول جنبنا ثلاث ساعات يعني كل واحد بقدر يمع السيرتش بيعرف الوقت المناسب فعشان اني ما اخربط الكل لانه صار الكل يتخربط في هذا الموضوع فطبعا زي ما حكينا انه الساعة 22.15 صباحا بتوقيت جرينتش القمر رح ينتقل من منزلة الزبرة لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح الاصلاح بين الشركاء وبرضو الثبات طبعا القمر اليوم رح يعمل خلوه مسار يعني في انتقال للقمر من الاسد للعذراء الآن هو موجود بالاسد فعشان هيك تأثيرات برج الاسد هي اللي بتضل نسيطر علينا اليوم عشان هيك بتلاقي ان الناس اليوم افضل من اليومين اللي مضوا الناس من حولنا اليوم بصيروا اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بصير فيه نوع من انواع الابتهاج او فيه نوع من انواع الفرح بيتركز اليوم حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة وبوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا بالنسبة للاعضاء في جسم البني ادم المتأثرة بوجود القمر في برج الاسد هم القلب الشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدلات ضربات القلب هدولا اهم شغلات بتكن تنتبهولها وتراقبوها وما تخلوها يعني بمعنى اخر هي فيها قابلينها يصير في زيادة او نقصا وفي نفس اللحظة اللي بده يتعالج لهاي الامور فهذا يوم مناسب طبعا طبعا هاي الاعضاء هي بنعتبرها اكثر حساسية خلال هذا اليوم عشان هيك لازم نوفر لها نوع من انواع العناية بالنسبة للعمليات الجراحية خلال اليوم يعني اللي عندهم عمليات جراحية اليوم انا بحكي ما يعني بوصي بالعمليات الجراحية اليوم هذا مناسب وخصوصا انه القمر الان في محلة مرحلة اللي هي الخفوت او الشحوب بمعنى اخر لانه بده يختفي او بده يوصل لمرحلة الهلال فعشان هيكي بكون ما في مخاطر من النزف او عمليات النزيف فبوصي في هذا اليوم للعمليات الجراحية بالنسبة لعمليات التجميل برضو اليوم مناسب لانه في عنا زاوية رح تكون ما بين القمر وبين الزهرة وهي زاوية ايجابية والزهرة رح ترتفع اليوم سعودتها فهذا يوم مناسب لعمليات التجميل على انواعها ومناسب لا ازالة الشعر الزائد يعني اللي عندهم شعر زائد وحبين يشيلوا اليوم مناسب يصلح هذا اليوم برضو لقص الشعر السليم يعني اللي عندهم شعر سليم ما في اي تقصف ما في اي تساقط ما في اي مشاكل وحبين يقصوا شعرهم اليوم ما في مانع بس اللي عندهم شعر ضعيف اليوم ما بنصحهم بقص الشعر لانه القمر في حالة خفوت زي ما بنحكي في مراحل النمو مراحل ما بعد الهلال من يجي من قلهم اه يصلح هذا لا عملية الانبات او معالجة الشعر التالف بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب ولكن بما انه بتركز الامور على القلب وعلى الضغط وعلى الامور هاي احتياطا احتياطا اللي ما باخذ بيبي اسبرين يعني اللي ما باخذ مميعات اليوم مناسب لاخذ اللقاح ولكن انه ياخذ على مدة ثلاث ايام اه بيبي اسبرين ياخذ ثلاث حبات اللي هو كل يوم حبة وهذا افضل شيء يعني واللي باخذ مميعات ما ياخده بالنسبة الى الامور الثانية اللي هي امور الحرارة والامور الثانية فبنصح انا باخذ اللي هو البندول او البراستامول حبتين اللي هو عيارة الخمسمية او حبة عيارة الالف كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام وزي ما حكينا يوم مناسب لاخذ اللقاح بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح تتشكل اليوم هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة اربعة وثلاث وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم هذه الزاوية اهلت عملية التجميل زي ما ذكرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار الساعة سبعة واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وزي ما حكينا ما فيه اي مشاكل لأمور اللي لها علاقة بالعمليات الجراحية او الامور العلاجية او الامور اللي لها علاقة بالتجميل اللي ذكرناها في بداية الحلقة في فترة اللي هو خلو المسار فيه زاوية رح تتشكل زاوية بطيئة ذكرناها يوم امس اللي هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي رح تكون الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها بذل الجهد والتصميم والارادة لتجاوزها يعني بمعنى اخر ما نعتمد على الحضوظ بدنا نعتمد على جهدنا الشخصي ولكن هذه الزاوية برضو لها تأثيرات سلبية انها بتجعلنا شوي عندنا نوع من انواع الانانية وفي نوع من انواع القساوي والعنادي باثناء تعامل مع الغير وبتعرضنا لصعوبات في انجاز بعض المشاريع وبتنعكس يعني سلبا بانقلاب الوضع عننا فعلينا مراقبة صحتنا المهددة بنوع من انواع القلق زي ما ذكرنا شو الاعضاء اللي لازم انت تراقبها خلال هذا اليوم في بداية الحلقة طبعا في حدث اليوم رح يتشكل احنا ذكرناه بحلقة منفصلة طبعا الرابط هاي رح يطلع في اعلى الصفحة رابط الحلقة وبرضو في اخر الحلقة رح يظهر من ضمن الخيارات الفيديوهات اللي بنصح بمتابعتها اللي هو انتقال كوكب المريخ من برج الميزان لبرج العقرب وهذا رح يكون في تمام الساعة تنتين واثنين وثلاثين دقيقة بعد الظهر من ظهر يوم السبت تلاثين عشرة لينتقل كوكب المريخ لبرج العقرب ورح ينكذ طبعا في برج العقرب لغاية صباح يوم ثلاثة اثناش لغاية الساعة تقريبا تسعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا طبعا بعد ما ذكرنا هاي زاوي ما رح نذكر تفاصيلها لانه ذكرنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع القمر الآن انتقل لبرج العذراء ساعة ستة وتسع دقائق مساء بيكون استقر في برج العذراء طبعا بتوقيت جرينيج وفي هذا اللحظة منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ثم نشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او ننتقد بعض الاشخاص وفي اشخاص رح يتوهم امراض ما لها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسع نقتناء حيوان اليف ومطالب على كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد بعد هاي زاوية مباشرة ببدأ عنا زاوية يعني بعد الانتقال مباشرة في عنا زاوية رح تتشكل هي زاوية التسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ اللي بده ينتقل يعني اول انتقال بكون اتم زاوية ما بينه وبين القمر وهي زاوية ايجابية رح تكون الساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بما انه القمر رح ينتقل للعذراء قلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم واحد احداش بيبدأ في تمام الساعة خمسة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة احداش وعشر دقائق مساء لينتقل القمر بعدها لبرج الميزان ملاحظة وتنويه من يوم كتبت جدول خلو المسار في صندوق الوصف لشهر نوفمبر فعشان هي كلي بدو يعرف حركة القمر وتواجد القمر في الكواكب وخلو المسار والكسوف والخسوف والامور اللي بتتعلق بالقمر الثانية كاملة موجودة في صندوق الوصف اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 10 و 47 دقيقة مساء بيصبح 25 يوم نسبة الاضاءة 30 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22 11 منتحس بنسبة 75 في المية القمر القمر في الاسد وبدو ينتقل للعذراء حتى يوم 11 رح يمكث في العذراء هو اليوم سعيد بنسبة 30 في المية عطارد في الميزان حتى يوم 5 11 سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في القوس حتى يوم 5 11 سعيد بنسبة 15 في المية المريخ في الميزان وبدو ينتقل للعقرب ورح يمكث في العقرب لغاية يوم 13 12 منتحس بنسبة 10 في المية المشتري في الدلو حتى يوم 29 12 سعيد بنسبة 15 في المية زحل في الدلو حتى يوم 4 6 منتحس بنسبة 10 في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 1 منتحس بنسبة 10 في المية نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 12 منتحس بنسبة 10 في المية بلوتوف الجدي حتى يوم 29 4 سعيد بنسبة 15 في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل من الآن ولغاية ساعات المساء تقريباً أو ما بعد العصر بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم هاي فترة مثمرة وإيجابية اليوم بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة والظروف رح تكون ملائمة جداً للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات أما في ساعات المساء القمر لما بنتقل وبيصير في البيت السادس بدك تنتبه لصحتك أكثر لأنه ممكن شوي كمان يتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شي أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل مصريف إضافية أما في ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم وبتعيش لحظات سعيدة وناجحة وهاي الفترة بتحمل انفراجات وتطمينات ورومانسيات جو عاطفي يعني حلو كثير برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم اليوم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم بتتمتعوا بسرعة بديها عالية جدا باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على الفرصة اللي يعني شوي كنت تحلم فيها بالأيام الماضية وبتقدر برضو تفسر مشاعرك وتبرر مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات زي ما ذكرنا لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يطلب منك نوع من أنواع الاهتمام برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول إنك تدقق بالتفاصيل اليوم بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ طبعا لغاية ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات أهم شي تكون أكثر وعي أثناء قيادتكم على الطرقات وأثناء الحركة الأجواء جيدة وداعمة بقوة برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها وبتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم اليوم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل معا انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر طبعا في ساعات المساء بتنهمك في أمور العلاقة بضبط الميزانية بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج العذراء بيسيطر التعب عليكم لأنه ما زال القمر موجود في بيت المتاعب من الآن لغاية ساعات يعني العصر أو ما قبل المساء بشوي فحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد وحاول أنك ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك اللي بتشعر فيه من تزول مع اقتراب ساعات المساء لأنه من ساعات المساء القمر بصير موجود عندك فبتمتلؤ نشاط وحيوية وبتنطلب بعض الخيارات والتوجهات لشكل بناسبك وبناسب وضعك الحالي وبتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الميزان بتنشط اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك اليوم في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينك وبين الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس أما في ساعات المساء بتدخل فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وحاولوا أنكم ما توقعوا على عقد وما تحسموا أمر فتصير الفترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بسبب وجود القمر في بيت متاعبكم برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم يعني في نوع من أنواع المفاجآت اليوم ممكن برضو يصير في بعض أو تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة لغاية ساعات المساء بعدين بتتغير الأجواء وبتنشط بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة وممكن يتوجهلك دعوة من صديق يعني الأجواء بتصير اجتماعية وجيدة برج القوس بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وفي أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في حملة أو ورشة عمل أو دورة تعليمية وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة واليوم ممكن تبدع في أمور إلها علاقة بالفلسفة أو إلها علاقة بالمناقشات الدينية أو حتى بأي موضوع الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل ممكن تعزز من خلال علاقاتك الاجتماعية والعائلية فترة مثمرة على جميع الأصعد أما في ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي إنك تتجنبوا الخلافات واسعوا لتلطيف الأجواء برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول إنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي أما في ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده امتحان في ساعات المساء بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم إش إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة ما تتسرع باتخاذ القرارات لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة بس بتكت حاولوا تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وحاول أنك ما تسمح للواجبات بالتزام ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت لتجنب إثارة العداوات وحاول أنك ما تهمل وضعك الصحي خذ قصة من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن أما من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بدكوا تكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم وبدكوا تحاضروا من الخلافات وحاولوا أنكم تضخم الأمور لأن القمر بصير مقابلكم تماما فبسحب من طاقتكم هيك وبعد ما وصلنا للنهاية بتمنى اللي عجبوا محتوى الحلقة يكبس لايك ما عجبوا محتوى الحلقة يحض دسلايك اللي عنده معلومة أو حابب يفيد أو حابب إحنا أطور إشي معين أو أضيف إشي على هاي التوقعات يكتب لنا إياها يكتب لياها بالتعليقات عشان نشوف إيش اللي أنتو بدكويا أو إيش اللي بدكويا عشان تصير توقعاتنا شاملة لكل شي وبنتناقش ومنشوف شو الأنسب وإن شاء الله بنعمله في النهاية منشكر الأشخاص الداعمين للقناة والمنتسبين للقناة والأشخاص اللي بحطوا لايك وكومنت وتعليقات إيجابية بترفع الراس وبتعطيني دفعة إني أطور وأعمل أشياء جديدة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر